منتخب لبنان الاول رح يبلش نشاط الكروة باستعدادة لنهائيات كاساسي الفين وتلات وعشرين رح يبلشها بمباراة وديه او بالاحرب مبارايتان وديتان ضمنتخب كيرجستان بتسعتاش وسبع وعشرين ايول المؤمن والملفت انه المباراتان احتمال كتير كبير يخوضوا المنتخب لبنان بدون مدرب على الارجح رح يتم تعيين جمالتها لا يستلم مؤقتا منتخب ببنان ما بعرفش هالتخطيط هيدا شو هالفشل الزريع من بعد يعني ما منتخبنا وصل لنهائيات كاساسيا شو نشو ناطرين ليعينوا مدرب ويكون في خطة طويلة الامد لحتى منتخب ببنان مايروح يتبهدل بكاساسيا يكون عنده مدرب ما بعرف ليه تم الاستغناء عن هادشي صحيح نحنا انتقدنا انما كان افضل من المدربين اللي اجوا تدربوا بالفترة الاخيرة شو بدي يحكي الواحد يحكي عن الفشل الزريع المتواصل لادارة منتخب اتنون ولا اتحاد اللعبة ما معقول يعني منتخب تحضر في برقستان يلي اخر مبارات للتسكير اخر مبارات جامعتنا مع هادا المنتخب كانت 2016 سنة 2016 وتعادلنا فيها سلبا شو بدي يحكي لا يحكي يعني الحكي عن منتخب ابنان الاول اه شي بيسم البدن مش منتخب بيسم البدن التحضير بيخليك يتمل من هالالالادارة يعني اللامسئولة لهيدا المنتخب فعلا الحرام عنا منتخب اه يعني الكل ناطر المنتخب يسافر على نائيات جائس آسيا ليقدموا السوا مشرف عم نشوف الباسكت اتدعوا تشرفنا فخلوا الكرة اللي قضانة كمان اتشرفنا وتفضلوا عينوا مدرب كفوق جديد وتفضلوا اهتموا بعد بهذا المتخل وعملولوا برنانج مدروس ليكون فيه يعني يطلع يمثلنا ويشرفنا